تأهيل ما يقرب من ألف كيلو متر من الترع كل ثلاثة أشهر ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وفي محافظة الشرقية خصصة الدولة نحو مليار وثلاثمائة ألف جنيه للانتهاء من تأهيل نحو مائة من الترع الفرعية لتسهيل وصول المياه لتلك الأراضي أكثر من مليار ومائتي وخمسين ألف جنيه هي تكلفة تأهيل وتبطين نحو مائة ترع ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع بمحافظة الشرقية بالنسبة لمحافظة الشرقية احنا اعتمد لنا لحد دلوقتي المشروع التأهيل مليار وثلاثمائة وخمسين مليون جنيه لتأهيل الترع بالشرقية بعدد حوالي سبعة وتسعين ترع بأطوار ربعمية تنين وتلاتين كيلو وإحنا فعلا بدأنا في التنفيذ اللي حيبقى عندنا هنا ستة واربعين عملية شغالة خلال الفترة الجاية بإذن الله المشروع يأتي ضمن خطة أكبر لاستخدام وسائل الريء الحديث وهي الريء بالرش والتنقيط والريء المحوري خاصة أن مشروع تبطين الترع يوفر خمسة بالماء من حصة مصر من مياه النيل بالنسبة للجزء الإنشائي احنا لازم نوصل لمنسوب التأسيس زي ما أنت شايف كده الحفار موجود بناخد منصوبنا بالميزان والآمن منصوب التأسيس عشان نوصل للأرنق التصميم للترع وبالنسبة للتنفيذ بعد ما نوصل لمنسوب التأسيس بنرمي دبش بصمك 30 سنتي في 10 سنتي خرصانة عشان تغلف الميل والأدمات والقاعة فده طبعا زي ما أنتوا شايفين كده العمل معي دبش ومعي خرصانة اللي اتنين شغالين معها بعض يتوفر فرص عمل يعني لو جيت الموقع ده مثلا في حوالي 60 واحد بيشتغلوا 60 واحد دول فتحين بيوت 60 بيت فطبعا موفر عمالة وموفر فلوس داخل المواطن المزارعون أشهدوا بهذا المشروع كونه يساهم في وصول المياه لنهايات الترع حيث تصل مساحة القاع في بعض الترع بعد عمليات التبطين إلى ثلاثة أو أربعة أمطار بدلا من مترين واحد كنا الأول ما فيش ترعى أصلا كانت الفلاحين بتردم فيها ما فيش طرق وما فيش رأي كنا عشان نعلج لازم ننام يومين ثلاثة أربعة ممكن ننام بشهر وما نعلجش لا احنا عدنا بنوره بالنهار وكل واحد بيجي لك فتحته جاهزة والجسر بقى أربعة متر ونص الكل بينزل عليه من الأول للآخر فحجيجة دي إفادة كبيرة كبيرة سنة إفادة زراعنا الرز في شهر سبعة ما جابش رز في دين جابتين ونص السنة دي الحمد لله الحمد زراعنا الرز في شهر خمسة ولله الحمد ربنا يا ربي اطلحنا البركة في ساتة الرئيس وخللنا الدولة يا رب وتهدف الدولة إلى تأهيل ألف كيلو متر من الترع كل ثلاثة أشهر بإجمال أطوال سبعة آلاف كيلو متر في تسعة عشرة محفظة جدوى اقتصادية كبرى لهذا المشروع نتيجة تقليل فاقد من المياه يستفيد بها المواطن قبل الدولة الأمر الذي ينعكس على زيادة انتاجية الفدان وبالتالي تحقيق الأمن الغزائي للمواطنين من مدينة أبو كبير ومحافظة الشرقية أشرف مبارك هنيل ترجمة نانسي قنقر